مرحبا أنت تشاهد قناة بذرة يعني أنك عاشق للزراعة والنباتات لهذا لابد أن تكون ملما وأن تعرف ما هي قرات البذور التي بين يدي الأحن فعلا موضوع مهم الآن سأرميها مساهمة منا في إنقاذ كوكبنا فاصل ونغاصل قرات البذور بكل بساطة هي بذور تخلط مع الطين والسماد وبعض القش وعموما طريقة عملها جد سهلة على اليمين تربة طينية حمراء ويسارا سماد أو كومبوست نباتي سأخلطهما معا بعد ذلك نضيف الماء وأنتم طبعا يمكنكم استعمال أي خليط مع التربة مثل الدبال أو السماد أو بعض الألياف القطنية لنضمن تماسك الكرة لدي بعض البذور وعوض رميها والتخلص منها سأضعها بداخل الكرات التي صنعنا إذن كما تشاهدون الآن أقوم بعملية وضع البذور بداخل الكرة كما تشاهدون أصدقائي تقنية سهلة ابتكرها فيلسوف الزراعة الطبيعية كما يطلق عليه الياباني ماسانوبو فوقيكا أتمنى أن يكون النطق سليم وللأمانة العلمية فالتقنية استعمالها المصريون القدماء لإصلاح المزارع بعد فيضان نهر النيل طبعا أصدقائي التربة الطينية أو مقدار التربة الطينية يجب أن يكون أكثر من السماد وها هي كراتنا أصبحت نصف جاهزة بقي الآن أن نتركها تجف في مكان ظل ويفضل إبعادها عن الشمس الفكرة من هذه الكرات مسابعين الكرام هو استهداف المناطق القاحلة وإلقاء تلك البذور قبل موسم الأمطار الغلاف الصلب للقرة سيحمي البذور الموجودة بالداخل من الطيور والحيوانات والجفاف ويعمل كذلك على امتصاص الرطوبة والندى وماء المطر ويتسرب للداخل بعد تساقط الأمطار ستنبت تلك البذرة ولربما تعطينا يوما ما شجرة طريقة بسيطة وسهلة يمكن لأي شخص يشاهدنا الآن أن يقوم بها ويساهم ولو بالقليل في إعادة التوازن البيئي لكوكبنا لدي طلب واحد أصدقائي وهو أن تري الحلقة أو حلقة اليوم لابنك الصغير أو لأخوك الصغير أو لأي طفل من عائلتك حتى نعرف أطفالنا رجال المستقبل بهذه التقنية السهلة ولكن فوائدها قد تكون أعظم مما نتصور اكتب في تعليق اسم ابنك أو أخوك أو الطفل الصغير الذي سيشاهد معنا حلقة اليوم إذا أصدقائي وصلنا لنهاية حلقة اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من فكرة كرات البدور وأتمنى أن تطبقوها دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر